اليوم بعمل معاكم خبز التورتلة بطريقة سهلة وبسيطة وبجد بجد بيطلع طحفة يعني بجد بيطلع طاري كده بتعملوه بو حاجات كتيرة جدا جدا ممكن نعمل بو اي سندوتشات مكسيكية بقى عربية يعني بيليق مع كل المأكلات اللي احنا عايزين نعملها بعمل كمان التومية السورية على أصلها يعني بجد التومية مفيش أسهل منها بتطلع لزيزة جدا في البيت زي اللي احنا بنشتريها من الموضوع بل كمان أحلى بكتير جدا يعني بطريقة سهلة مكونات موجودة عندنا في البيت الخبز التورتلة كمان بينفع مع حشوات كتيرة مع البيض مع طعمية مع شاورمة وان شاء الله هنزل لكم فيديو شاورمة بعدي بإذن الله علشان نعملوا بقى بالخبز تجاهزوا معايا يلا نبدأ الفيديو بس قبل ما نبدأ نصلي ونسلم على الحبيب علي أفضل الصلاة والسلام ويلا بينا نبدأ أول شي أنا حطوه هحط الدقيق يعني تقريبا بحط 3 كبايات دقيق وطبعا على حسب الكمية اللي عندكم بحط معلقة صغيرة من الملح بحط كمان معلقتين صغيرين من البيكينج بودر وبقلب الخليط ده بقى في العجان ممكن تعملوا على قديكم مفيش أي مشكلة بحط له كمان ربع كباية زيت بتديله طراوة كده والخبز ده بيعود معانا كتير وأقلب بقى الكلام ده كله مع بعضي أخليه يعمل لي زي حبات الرمل كده بعدين بقى بنزل بالمية السخنة أو الدافية بنزل تقريبا بكباية على حسب ما ياخد معاكم يعني أول لما تلاقوا العجان خلاص ما فيهوش عجين خالص بتعرفوا إن كمية المية مناسبة عايزها عجينة زي ما انتو شايفين كده متماسكة مش بتلزق في أدينا بحطها بقى في مكان دافي يعني بسيبها ترتاح هي ما فيهاش خميرة ولا شيء أسيبها ترتاح على بل ما نعمل مع بعض التومية التومية بعملها عبارة عن نص كباية من المية كمان ممكن تزودوا طبعا الكمية تحطوا كباية بحط عليها معلقة كبيرة من النشا يعني كل كباية مية نحط عليها معلقتين من النشا لكن أنا هعمل نص كباية ويلا بينا على النار على النار بقى أنا عايزها تكون متماسكة مش هحط فيها أي حاجة غير بس المية والنشا شايفين أنا عايز القوام ده تفضلوا على النار شوية لحد لما تكون بالقوام ده نسيبه يبرد بقى شوية شايفين زي المهلبية كده بالضبط بس طبعا من غير سكر ولا حليب بجيب بقى الميكسر اللي أنا هحط فيه أو أي خلاط عندكم بنزل فيه معلقة كبيرة من الخل وهحط عليه فص توم التوم طبعا علشان اسمها تومية بيتحط فيها توم كتير بس أنا بحب طعم التوم يكون بسيط فبحط بقى معلقة كبيرة من الميونيز شوية ملح عندكم حليب ممكن تزوده بس أنا لو لقيتها مش تقيلة هزود الحليب هحط بقى الخليط اللي أنا عملته اللي هو خليط المية والنشا طبعا برد معانا بحطه بقى فيها بعد ما ضربته كويس ونضرب كويس جدا القوام لو لقيته تقيل بتزوده معلقة أو معلقتين حليب بالنسبة لي أنا القوام ده كويس جدا نحفظه بقى في علبة لو إحنا عايزين نشيله في التلاجة بس علشان فيه توم لازم نخليه مثلا ثلاث أيام ما نطولش عليه أكتر من كده شايفين قوامه؟ قوامه بجد لذيذ نحط عليه شوية فلفل اختياري طبعا أنا بحبه بشوية فلفل أو شطة حرية يعني القوام بتاعه لذيذ جدا نحفظه بقى في العلبة نقفلها وزي ما قلت لكم تلات أيام في التلاجة ما تزودوش أكتر من كده هقدموا بقى بالشكل ده هتكون التومية جاهزة معايا يلا بقى نشوف العجينة أو خبز التورتيلة اللي أنا قلت لكم عليه أنا سبتها بس ترتاح شوية لحد لما عملت التومية بفرد العجينة زي ما انتو شايفين كده أنا عايزة أقسمها التلات كبيات هتعمل لكم كمية كبيرة مش هتعمل كمية صغيرة يعني ممكن تاخدوا نص المئدار بقى أطحها بقى إيه؟ على حسب ما انتو بتحبوها كبيرة أو صغيرة يعني الحجم اللي يناسبكم أطعوها ممكن كمان تعملوها بالميزان لو انتو عايزين تطلع كل حبة قد التانية وبعملها كده كورة ببعضيها بقى أطبق العجينة على بعضيه بالشكل اللي انتو شايفينه ده وأعملها بإيدي بحس تكون زي كده كورة متساوية أعمل بقى كورة الكمية اللي عندي بالشكل ده كده والحجم طبعا أنا اللي بتحكم فيه عملية للكمية دي باخد أول واحدة وأرشها بشوية بالدقيق وطبعا التانين الفطير التانين أو الخبز التانين بغطيهم علشان ما ينشفوش معايا بالفرادة بفردها اللي أنا عايزي زي ما قلت لكم الحجم اللي أنا عايزيه بجيب غط حلة ويجيب سكينة وأعملها بالشكل ده كده علشان تطلع معايا كل الحبات متنسقة زي بعضيها لكن لو ما بيهمكمش الشكل يعني ما فيش أي مشكلة على النار بقى تحطوا مقلاية أو طاوة زي اللي أنا حطاها كده على النار وتسيبوها تسخن كويس جدا وأحط بقى الخبز عليها بالشكل ده كده وأحركوا من الجهتين الخبز ده سهل وبسيط وبينفع معا كل الحشوات يعني لو حطيتوا حشوات حلوة هتنفع معايا حشوات دجاج أو أي شيء هينفع معايا شايفين بالشكل ده كده بيكون طاري وبجد لزيز بطلعوا ما سيبهوش كتير لو انتو عاملينه رائي ما تسيبهوش كتير علشان ما ينشفش منكم احنا عايزينه ايه يكون طاري كده علشان نعرف نحشي به سواء سندوتشات بقى طعمية شاورمة أي حاجة ان شاء الله فيديوهات جاية هعملو معايا بحشوات مختلفة شايفين بيكون بالشكل ده كده بقى بقى ساعات بترتفع بتبقى زي الخبز كده بس احنا طبعا مش عايزينها زي الخبز احنا عايزينها ايه ايه خبز تورتلة عادي بس بجد الاولاد كمان بيحبوا ان هم يغبزوا بيبقى شكله وتقليبه سهل جدا ما فيوش اي حاجة يعني لو ما عندكمش اي خبز في البيت بتقوموا تعملوه ما بياخدش وقته ومش بتسيبوه ان هو يعني ياخد وقت للتخمير ولا كده لا لا بالعكس احفظه ازاي طيب بحفظه فوطة تكون طبعا نظيفة واقفله كل ما طلع خبزه من منها من خبز التورتلة بشيله فوق الخبز التاني بحيث ان هو يحتفظ بطراوته واسيبه بقى الحاد لما انا استخدمه اقفل عليه كويس عشان ما ينشفش مني شايفين بالشكل ده حطيت كل الكمية معايا يعني تقريبا عملتلي 15 واحد من الحجم ده بجد يعني الخبز ده طاري وزي ما انتو شايفين كده شايفين يعني بجد طاري جدا مش ناشف اهم شي ان انتو تحفظوا عليه تحطوه في ايه في فوطة وبعدين تحطوه في كيس لو انتو عايزين تحفظوه في الفريزر التومية كمان سهلة جدا بسيطة وبجد لذيذة بتنفع مع مسحب البيك انا عملته معاكم قبل كده بتنفع مع الشاورمة بتنفع مع سندوتشات البطاطس يعني البطاطس السوري طبعا يعني بجد بتعملوها سندوتشات مختلفة وحشوات مختلفة انتظرون الفيديو الشاورمة ان شاء الله نعمله مع بعض ويا ربي يعجبكم الفيديو اليوم اللي هو خبز التورتلة وكمان التومية اذا عجبكم الفيديو متنسوش تدعموني بلايك اشتركوا في قناتي كمان للناس اللي مش مشتركة فعلوا الجرس علشان توصلكم وصفاتي السهلة والبسيطة بحبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة